تتعرفون في درس اليوم على انقسام الألكينات باستخدام تفاعل يعرف باسم التحلل الأوزوني الطرف الأيسر من التفاعل يمثل الصيغة العامة للألكين الذي سيضاف إليه الأوزون O3 كخطوة أولى للتفاعل أما الخطوة الثانية من التفاعل فتتضمن إضافة ثنائي ميثيل الكبريتيد DMS عند استخدام الكاشف DMS ينتج عن هذا التفاعل خليط من الألديهايد والكيتون أو أحدهما وهذا يعتمد على المجموعة الوظيفية المرتبطة بالألكين الذي بدأتم التفاعل به والآن انظروا إلى التركيب النقطي لجزيء الأوزون هذه صيغة بنائية محتملة لجزيء الأوزون وبالإمكان رسم بنية رانيدية أخرى لهذا الجزيء ناتج عن انتقال هذه الإلكترونات إلى هنا لتشكل رابطة بين ذرتين الأكسجين هاتين مما يتسبب بقذف هذه الإلكترونات نحو ذرة الأكسجين الموجودة على الطرف الأيسر تتبع من خلال الرسم البنية الرانينية الأخرى لهذا الجزيء كما ذكرنا قبل قليل البنية الرانينية هذه تتضمن وجود رابطة مزدوجة كما ذكرنا تتضمن وجود رابطة مزدوجة الأكسجين الموجودة تحمل شحنة سالبة بينما تحمل ذرة الأكسجين الموجودة في المنتصف شحنة موجبة هذان هما التركيبان الرانينان لهذا الجزيء تذكروا أن الصيغة البنائية الفعلية للجزيء هي هجين من هذين التركيبين الرانينين لذا اختاروا أي منها في التفاعل ولتكن تلك الموجودة على الطرف الأيمن سأعيد رسمها هنا في الأسفل والآن أرسم الصيغة البنائية للألكين ويرتبط بمجموعات بديلة كما تلاحظون حسناً ما آلية هذا التفاعل؟ إن زوج الإلكترونات غير المرتبطة في ذرة الأكسجين ذات الشحنة السالبة يتفاعل مع ذرة الكربون هذه مما يتسبب بقذف إلكترونات باي إلى ذرة الأكسجين إلى اليمين آلية هذا التفاعل التنظيمية كما تلاحظون تتبع من خلال الرسم نواتج حركة هذه الإلكترونات ذرة الأكسجين على الطرف الأيسر صارت ترتبط بذرة الكربون على الطرف الأيسر وذرة الكربون هذه ترتبط برابطة أحادية مع ذرة الكربون على الطرف الأيمن بينما ترتبط ذرة الكربون على الطرف الأيمن بذرة الأكسجين هذه وذرتا الأكسجين اللتان تقعان على الطرف الأيسر والأيمن ترتبطان بذرة الأكسجين الموجودة في المنتصف أما بالنسبة لأزواج الإلكترونات غير المرتبطة فإن جميع ذرات الأكسجين ستحاط بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة على هذا النحو والآن تتبعوا حركة هذه الإلكترونات الإلكترونات باللون الأزرق هي التي شكلت هذه الرابطة بين ذرتين الأكسجين والكربون بينما شكلت إلكترونات باي باللون الأحمر هذه الرابطة بين ذرتين الكربون والأكسجين أما بالنسبة لإلكترونات باي المبينة باللون البنفسجي فقد انتقلت إلى ذرة الأكسجين العلوية إن روابط أكسجين أكسجين روابط ضعيفة نسبياً أي أن هذه الذرات غير مستقرة وهذا الجزء يحتوي على رابطتي أكسجين أكسجين لذا لا بد من كسر إحدى هاتين الرابطتين في الخطوة اللاحقة من التفاعل اختاروا أي منهما ولتكن رابطة أكسجين أكسجين هذه المبينة باللون الأخطر والآن لو انتقلت هذه الإلكترونات وذرة الأكسجين هذه إلى هنا فإن هذا يتسبب بكسر الرابطة بين ذرتين الكربون هاتين لأن ذرة الكربون هذه ستكون مرتبطة في هذه الحالة بعدد كبير من الروابط وعند كسر هذه الرابطة يتم قذف هذه الإلكترونات إلى هنا بينما تغادر هذه الإلكترونات باللون الأخضر ذرة الأكسجين العلوية فتنكسر نتيجة لذلك رابطة أكسجين أكسجين غير المستقرة لنتعرف من خلال الرسم إلى نواتج ما حدث على الطرف الأيسر ذرة الكربون ترتبط الآن برابطتين مع ذرة الأكسجين هذه المحاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة وهذا من شأنه أن يتسبب بتكوين مركب كربونيلي أما بالنسبة لذرة الكربون الموجودة على الطرف الأيمن فقد كانت ترتبط بذرتين أخرتين وصارت ترتبط الآن برابطة مزدوجة مع ذرة الأكسجين هذه وذرة الأكسجين هذه صارت تحاط بزوج واحد من الإلكترونات غير المرتبطة كما أنها ترتبط بذرة الأكسجين الأخرى المحاطة بثلاثة أزواج من الإلكترونات غير المرتبطة وهذا ما يجعلها تحمل شحنة سالبة أما ذرة الأكسجين الموجودة في المنتصف فإنها تحمل شحنة موجبة ونتيجة لذلك يتشكل عند الطرف الأيمن أكسيد الكربونيل والآن انتقلوا إلى الخطوة الثانية من التفاعل انظروا إلى مركب الكربونيل الموجود على الطرف الأيسر لاحظوا أنه يتضمن وجود رابطة مزدوجة بين ذرتين الأكسجين والكربون السالبية الكهربائية لذرة الأكسجين أعلى من السالبية الكهربائية لذرة الكربون أي أن ذرة الأكسجين تجذب هذه الإلكترونات نحوها فتحمل ذرة الأكسجين نتيجة لذلك شحنة جزئية سالبة بينما تحمل ذرة الكربون شحنة جزئية موجبة نظراً لفقدانها جزءاً من كثافتها الإلكترونية لاحظوا من خلال الرسم أن ذرة الأكسجين ذات الشحنة الجزئية السالبة تقع إلى جانب ذرة الأكسجين السالبة الشحنة الموجودة في أكسيد الكربونيل وكما تعلمون الشحنات المتشابهة تتنافر بالتالي سيتم تدوير مركب الكربونيل إلى اليسار مع تقدم آلية التفاعل بينما يبقى أكسيد الكربونيل كما هو والآن أضيف كل أزواج الإلكترونات غير المرتبطة والشحنات فهنا لديكم شحنة سالبة وهنا شحنة موجبة أضيف زوجين من إلكترونات غير المرتبطة إلى ذرة الأكسجين هذه كما ذكرنا سابقاً تم استقطاب مركب الكربونيل هذا حيث أن ذرة الأكسجين هذه تحمل شحنة جزئية سالبة بينما تحمل ذرة الكربون هذه شحنة جزئية موجبة الخطوة اللاحقة من هذا التفاعل ستتضمن تفاعل السبدال المحب للنوى إذ تتفاعل ذرة الأكسجين ذات الشحنة السالبة مع ذرة الكربون ذات الشحنة الجزئية الموجبة فتشكل ذرة الأكسجين رابطة مع ذرة الكربون وهذا ما يجعل ذرة الكربون مرتبطة بعدد كبير من الروابط لذلك تنطق الإلكترونات باي إلى ذرة الكربون هذه ما يتسبب بقذف هذه الإلكترونات نحو ذرة الأكسجين حسناً لنتعرف على نواتج حركة هذه الإلكترونات ذرة الكربون هذه مرتبطة بذرة أكسجين وذرة الأكسجين هذه صارت ترتبط بذرة الكربون التي كانت في أكسيد الكربونيل وذرة الكربون هذه ترتبط بذرتين أخرتين كما أنها ترتبط أيضاً بذرة أكسجين مرتبطة بذرة أكسجين أخرى ترتبط الآن بذرة كربون والآن أضيف أزواج الإلكترونات غير المرتبطة كل ذرة أكسجين ستحاط بزوجين من إلكترونات غير المرتبطة على هذا النحو تتبع حركة الإلكترونات الإلكترونات المبينة باللون الأزرق المحيطة بذرة الأكسجين السالبة الشحنة هي التي تفاعلت مع ذرة الكربون الموجودة في مجموعة الكربونيل في تفاعل استبدال المحب للنواة لتشكل هذه الرابطة أما إلكترونات باي في مجموعة الكربونيل والمبينة باللون الأحمر فتشكل رابطة بين ذرتين الأكسجين والكربون على النحو المبين أمامكم وأخيراً انظروا إلى الإلكترونات باي باللون البنفسجي في أكسيد الكربونيل لاحظوا أنها تنتقل إلى ذرة الأكسجين هذه لينتج عن ذلك تكوين هذا المركب وبهذا انتهيتم من الخطوة الأولى للتفاعل ألا وهي إضافة جزي الأوزون إلى الألكين والآن انتقلوا إلى الخطوة الثانية ألا وهي إضافة ثنائي مثيل الكبريتيد لنتعرف معاً إلى الصيغة البنائية لثنائي مثيل الكبريتيد ذرة الكبريت S ترتبط بمجموعتين مثيل CH3 وهي محاطة بزوجين من إلكترونات غير المرتبطة سيتفاعل أحدهما مع ذرة الأكسجين هذه لاحظوا أن هذا المركب يحتوي أيضاً على رابطة أكسجين أكسجين الضعيفة ألا وهي تلك المبينة في الرسم باللون الأخضر سيتم كسر هذه الرابطة بينما تنتقل هذه الإلكترونات إلى هنا وهذا ما يجعل ذرة الكربون مرتبطة بعدد كبير من الروابط لذلك تنتقل الإلكترونات المبينة باللون الأحمر إلى هنا وتعود هذه الإلكترونات باللون الأزرق إلى ذرة الأكسجين العلوية أرسموا ناتج حركة الإلكترونات ذرة الكربون الموجودة على الطرف الأيسر ترتبط الآن برابطة مزدوجة مع ذرة الأكسجين هذه وذرة الأكسجين هذه محاطة بزوجين من إلكترونات غير المرتبطة أما ذرة الكربون الموجودة على الطرف الأيمن فإنها ترتبط الآن بذرة الأكسجين هذه على هذا النحو كما أنها ترتبط أيضاً بذرتين أخرتين انظروا إلى ذرة الكبريت إنها ترتبط بذرة الأكسجين هذه المحاطة بثلاثة أزواج من الإلكترونات غير المرتبطة ما يجعلها تحمل شحنة سالبة وترتبط ذرة الكبريت أيضاً بمجموعتين مثيل وهي لا تزال محاطة بزوج من الإلكترونات غير المرتبطة إذ أنها كانت محاطة في البداية بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة أي أنها فقدت زوجاً من الإلكترونات وهذا ما جعلها تحمل شحنة موجبة وبما أن ذرة الكبريت صارت موجبة الشحنة فهذا يعني أن بالإمكان رسم بنية رانينية أخرى لهذا المركب ناتج عن انتقال هذه الإلكترونات إلى هنا مما يؤدي إلى ارتباط ذرة الكبريت هذه برابطة مزدوجة مع ذرة الأكسجين لا زالت ذرة الكبريت ترتبط بمجموعتين مثيل وتحاط بزوج من الإلكترونات غير مرتبطة ناتج التفاعل إذن هو ثنائي مثيل الكبريتيد أو DMSO إلى جانب مجموعتين الكربونيل في الأسفل وتمثل المجموعتين الألدهايدات أو الكيتونات بالاعتماد على نوع المجموعات الوظيفية المرتبطة بالألكين وتمثل المجموعتين الألدهايدات أو الكيتونات بالاعتماد على نوع المجموعات الوظيفية المرتبطة بالألكين لاحظوا أن الإلكترونات باللون الأحمر في الجانب الأيسر قد انتقلت إلى مركب الكربونيل أما الإلكترونات باللون الأخضر في الجانب الأيسر فقد انتقلت لتكوين مركب الكربونيل الآخر لينتج عن آلية التفاعل هذه خليط من الألديهايدات أو الكيتونات كانت هذه الصيغة العامة للتفاعل إليكم مثالاً عليه أمامكم هذا الألكين ويضاف إليه جزيء O3 كخطوة أولى من التفاعل أما الخطوة الثانية فتتضمن إضافة ثنائي مثيل الكبريتيد أي DMS سيتم تفكك الرابطة المزدوجة في هذا التفاعل ذرة الكربون هذه ترتبط بمجموعة مثيل وذرة الكربون هذه ترتبط بذرة هيدروجين H وكما ذكرنا قبل قليل سيتم تفكيك هذه الرابطة وذلك بإزالة هذا الجزء وإضافة ذرة الأكسجين إلى ذرتين الكربون هاتين لذلك أضيفوا ذرة أكسجين هنا ومن ثم أضيفوا ذرة أكسجين أخرى إلى ذرة الكربون في الأسفل سأعيد رسم الناتج لتوضيحه تشكلت في الأسفل مجموعة كربونيل وهي كيتون أما في الأعلى فتشكلت مجموعة كربونيل تمثل الألديهايد هذا هو الناتج النهائي للتفاعل هناك طريقة أخرى لرسم هذا الناتج وتتمثل في رسمه كسلسلة مستقيمة أولاً جدوا عدد الذرات في هذه السلسلة هذه السلسلة تحتوي على 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ذرات كربون هذه ذرة الكربون رقم 1 وهذا هو الكيتون وهذه ذرة الكربون رقم 2 3، 4، 5، 6، 7 وهنا يقع الألديهايد وهو يقع عند ذرة الكربون رقم 7 إذن ينتج عن هذا التفاعل الألديهايد والكيتون تعرفتم إذن في هذا الدرس على انقسام الألقينات من خلال تفاعل التحلل الأوزوني